موسيقى نستطيع أن نستشف من السؤال الأخير يعني فإذن من يستطيع أن يخلص فالخلاص لا دخل ولا دور للإنسان فيه لأنه هذه تعتبر إهانة لأله إذا الإنسان بحاول يرضي الله بأعماله إذا الإنسان بحاول يرضي الله في بره إذا الإنسان بحاول يرضي الله بحفظه الوصايا إذا الإنسان بحاول يرضي الله بكماله وأي كمال يستطيع أن يرضي الله وأي أعمال حسنة يستطيع أن يرضي الله ألم يحسم الكتاب المقدس هذا الموضوع يقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله هذا الشاب كان طموح كان محترم وسأل واحد من أهم الأسئلة المصرية فجواب يسوع المسيح أولا لماذا تدعوني صالحا ليس صالح إلا واحد وهو الله طيب إذا إنت أجيت لإلي وعم بتقول لإلي أيه يعني المعلم الصالح يعني هل بكلماتك أستشف أنه ليس صالح إلا الله وهل تريد أن تعطيني هذا الكمال وهذا الصلاح اللي هو صلاح الله طبعا الكتاب المقدس مليء بالتعبير التي تقول الرب صالح الرب صالح وإذا بتقرأ سفر المزمير بتشوفها أنه مستمرة بشكل مستمر يعني الرب يسوع المسيح كأنه يقول هو صالح فإذا أنت جاي لإليه وبتقول أنه أنا صالح هل بكلمات يعني مبطنة اعتراف ضمني منك أنه أنا صالح وليس صالح إلا الله وكأنك أنت تؤمن بلهوتي أنا أنه أنا الشخص الصالح أم مجرد ربوبية معينة أنت بتعبر عنها كاحترام كوقار فأيهما لكن المسيح حسم الأمر ليس صالح إلا واحد وهو الله وكأنه يريد أو يستدرج هذا الإنسان الشاب بمعرفته أنه ليس صالح إلا واحد وهذه الصفة هي صفة الله وعندما تقول الصالح فإذا أنت تصف هذا الصلاح إلى الله فهل هو اعتراف ضمني أنك تؤمن أني أنا الله أحبائي الرب هو ينبوع الصلاح هو المثل الأعلى في الصلاح وهو المقياس لكل صلاح يعني إذا في مقياس في هذا الوجود يعني كيف تقيس هذا الصلاح لازم تصطدم بيسوع المسيح وإلا كيف كيف تستطيع أن تؤمن بصلاح الله إن لم تصطدم بيسوع وكيف تختبر الطريق الوحيد إلى الله إن لم تصطدم بيسوع المسيح وكيف تأتي إلى كمال المعرفة إلا أن تأتي إلى يسوع وكيف تأتي إلى كمال الصلاح وصلاح الكمال بل كيف تأتي إلى كمال الكمال أنت تصطدم بيسوع المسيح موسيقى